أهلا وسهلا فيكم حلقة جديدة من بودكاست أنت الحكم وضيف اليوم براين منصور نجم فريق الأنطونية لكرة السلة ونجم فيه نقول منتخب لبنان براين يعطيك العافية كيف أغنيح؟ نعم الحمد لله براين موليد 10 سبتمبر 2004 صح بعد تقريبا شهر بيصيره عشرين عمر عشرين سنة تم استداقك لمنتخب لبنان مازمون للمرة الأولى والتانية مرتين هالسنة موسم فيه نقول مميز مع فريق الأنطونية من حيسر سأتحدث عن أرام أنا وياك معرف أنه الأرام ما بتهم كتير عدة لاعبين وهم الفريق هو اللي ينجح سأتحدث عن عدة أمور أنا وياك اليوم أنطونية تحضيراتكم وبطوط العرب تحضيراتكم للموسم الجاية التعقدات اللي عملتوها سأتحدث عن منتخب لبنان هذا كان عدة أمور بس قبل ما بلش الحلقة ما تنسوا تنزلوا تطبيق بوديو فيكن تسمعونا وما كنتوا بسيارات أو حتى بالطيارات نزلوا ببوديو بتسمعونا أو بتسمعوا كل حلقة انت الحكم عبر تطبيق بوديو وكمان عنا مسابقة اليوم الفائز فيها رح يربح هادي جورجي لمنتخب لبنان لبراين هادي هي جورجي منتخب لبنان الخاصة ببراين منصور كمان سؤال للمسابقة رح يكون بسيار الحلقة بوبو خاني قول بوبو ولا براين شو أهيان لك؟ لا لا براين براين صح في أنت هو بوبو براين رح أرجع سنتين لورا كنت مع فريق الانتونية حتى بالدرجة الثانية لعبد سنتين معهن الموسم عبل الماضي داردوا تطلعوا على درجة أولى الدرجة أولى أو الدورة الممتاز ربحتوا على ميروب طلعتوا أنتوا بياهم لميروبا إذا ماني غلطان وصلتوا في نال ربحتوا ثلاثة واحد خبرني شوية عن تجربتك هيك باختصار بالدرجة الثانية عدي استفدت منها عديك تسبت خبرة منها لحتي كيك بتعرف لعب البسكت بيلعب كذا مبارات لا ينضج تجربتك بالتانية قبل ما انتقل على الدرجة أولى السنة الماضية مع الانتونية وأول إكسبرينس إليك مع الدرجة أولى كانت هذه السنة خلني أبدأ بالدرجة الثانية أول شي كانت إكسبرينس كثير حلوة أول سنة لقالي ما كانت مع الانتونية كانت مع مطايلب كانت أول سنة بلعب صحيح فالسنة اللي بعد رالف تصل فيه قال لي أنه ودويني أكون معه بالفريق أخذت تحدي ورحت لعنده أول فترة كانت شوية صعبة كنت معني صغير وما كانت سوق وما كان فيه روح لأوانيك وأنا عايش بعيد أصلا فأخذت تحدي لقالي أول سنة كانت كثير منيحة لقالنا كأنتونية وصلنا سمي فينال ضد ليدرز راحت فايف جيم سيريز أنا مقدرت ألعب بأخير جيمات كذب المنتخب بس كانت سيريز كثير حلوة بس كرة فيها بازير بيتر كم واحدة طبعا بيق برنار من نص الملعب صح برنار 100% حتى كنت عم تواجه بايةك صح 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 بالسومي فاينال هادي أول سنة كانت مع الأنطونية صح أول سنة مع الأنطونية أوكي ثاني سنة مع الأنطونية جبنا عالم يعني جبنا عالم أحسن وهيكي تطورنا فريقنا طاقدرنا بالآخر نفوز باللقب ونطلع الدرجة الأولى ثاني سنة كانت أحسن واحدة لأنا كلنا كلنا كان عنا experience سرنا نعرف الثانية كيف وندجته أكتر صح وندجنا أكتر وحمد الله يعني بالآخر ربحنا وهلا بالأولى سنة الماضي سنة الماضي بالأولى أول شيء الثانية عن الأولى شو بتفرق بدي أخد رأيك قبل ما أحكيك عن هالموسم كيف كانت تجربتك كأول انتباع على درجة أولى كأول مشاركة إليك بدرجة أولى قدي بتفرق الثانية عن الأولى ما عرف أجانب وهيك بس على الصعيد الشخصي شو حسيت الفرق أكتر شيء بدنياً تعب أكتر شيء بالأولى من التفرق أكتر من التفرق بالتانية كل يوم تمرين وهيك هلأ لك التانية فيها كتير مثل physicality يعني بدك كون physical شوية كمانت تقدر تلعب لأنه أكتر من الأولى بس بالأولى ما فيك يعني إذا أجنب بوجك shot blocker وهيك كمان بدك تعرف كيف تلاقي حالك وهيك هالدفرنس طبعا يعني هالفرق سنت الماضي كانت مثل ما أنه أول experience إلك بالدرجة الأولى كلاعب صح كيف تأيّم مستويك هل أنت راضي عنه كتير نحكي أنت لعب كمان حتى جاي من منتخب under 18 مشارك بأسيا مشارك بكأس العالم لعبين كأس العالم under 18 راضي عن أول موسم إلك بالدرجة الأولى وأنت جدد رح نحكي عن تجديد حتى كبداية راضي كأول موسم إلك بدرجة الأولى كأول موسم إلي ما حقول راضي بس أنه يمكن عملت لي علي في أكيد تكون أحسن بكثير وأنا بعرف حالي ولا ما رح أكون مبسوط من الـ performance طبعي يعطول البدايات أكتر زيادة لا كانت منيحة صراحة إلا فريقنا نحنا كلنا صغار كبداية كان برنار كان أكبر واحد غير الأجنين كان أكبر واحد كتجربة كأول سنة لإلي كنت مبسوط كان فيه كام جايمات بس إن شاء الله السنة يكون consistent أكتر ربحتوا الرياضة سنة الماضي بالمنارة وربحتوا الحكمة ببعبة صاح المشكل الشهرية بينروني كنتم حتى أنت بمباريات عندك مباريات مسجل أمام بيروت 18 نقطة سجلت أمام هومنت من مرة 17 مرة 15 هم بحكيك على السعيد الشخصي براين أنت معدلك بالموسم خلصت تسع نئات ثلاثة ريموت و 2.3 2.5 أسست فيدجولز 33% عندك 61 من 183 حتى ثري بوينت لفتنا 24 89 نسبة 27 بالمية أنت بتعرف هول اتبعتهم شفتوا أكيد عم تتمرن اليوم بالصير تارج التابعة الأنطونية يعني أنتوا خلصتوا هالسنة مركز سابع تهلتوا لعبتوا في فانل ايت مع فريق بيروت متل ما أنت قلت مستويات متفاوت لعلكم وحتى أنت على السعيد الشخصي مركز سابع كان هو برأي لأكون مركز طبيعي لعنطوني كيف كنت تعملوا أحسن سنة الماضية؟ لك صراحة نحن سنة الماضي التارجت طبعا ما كان ننخلص بمرتبة سابعة ثامنة ما بنعرف شوية كنا كل ماتش نفوت عليه أنه هالجام مننا نربحه وعننا مركز نفسه كل ماتش بماتشو نعم كل ماتشو فالجام فتنا عليه جاربنا نقتل قدمة فينا هلأ أكيد كان فيه مركز كنت تعمل فيه مركز بعد جوردين ديفيس وقداني طبعا صراحة كانت فرق صراحة 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 كنا كنا مبسوطين من حالنا عملنا أكثر من ما لازم بربحنا رياضة وحكمة ما بتصور حدا عملنا سنة الماضي حلطرنا الدرجة التانية كمان كانت كثير منيحة وهيكي يعني خير شو الأمور عم تشتغل علي أنت على الصعيدة الشخصية هلأ كنت عم بجرد بشتغل أكثر كمان على جسمي يصير شواء أحسن وحمد الله يعني البرسون التريني طبعا طانس عقيقي عم بيكون معي كل الوف سيزن وأكثر شي عم بجرد بشتغل دريبلي يكون أحسن شعودتي أكيد بكون كونسستن أكثر هالسنة كنت شواء عاط لعني ثري بوينتس بس هولا عم بشتغلينه أكثر شيء هل أنت ضعف أو أكبر؟ لا كبرت شواء وهيذا اللي بدي إيهي وإن شاء الله سنتجي انتو بيوف أنتو ممتاز تضموا باتريك بعبود ميغيل مارتينيز إبراهيم حداد جددت أو جون ريك مخلوف أنت جددت كمان أنتوني عاصي إبراهيم حداد عملته نفضة حتى على سعيد الأجانب لفتنا كيروين روش لعب فريق الحكمة وحتى جددته أجنب سيت اسمه شيين راكتر بيلعب بالدور الكويتية بالدور الكويتية لعبين وصل صح حسنا حسنا مبدأ الفريق طموحاته أعلى بكثير من الوصام الماضي أكيد نحن أول ما جئنا على الوطنية نحن البروجيت كوتش رالف والإدارة كلها كان أن البروجيت تبعنا إلى خمس سنين وحمد الله البروجيت ماشي مثل ما هو طوّرنا فريقنا طوّرنا اللاعب طوّرنا الأجانب أكيد ويلا إن شاء الله سنتجي هذا في فاينل فور فاينل فور نفس الشي سنتجي بس نحن أراد نقدر نفوت فاينل فور عندي منافسة لكم برأيك مثل ما شفت الانتقالات والتوقيع ما هو المنافس المباشر رأيكم شوفيل مركز رابر عنده ويئر؟ نعم 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 هؤلاء الأجانب يجب أن نربحهم كمالة لنفوت فاينل فور بيروت صعبين على مدار موسم أطوى غير أنه لا يوجد أكثر تخطفوا منهم قدرين تعملوها؟ نعم يعني بنا نشوف هلا كمان وضع بلبنان مش كده عم ساعدنا وده تشوف الأجانب بعد ما تكون أجنبه نعم فإن شاء الله ما يصير في شيء كل يكون بخير سيزن كمان أحلى من سنت الماضي فإن شاء الله نقدر إن شاء الله سنت الماضي مثل ما سابقا قلنا أنه ربحته رياضي ربحته حكمة السنة مثل ما نبين عندي منافسة أنت على رياضي حكمة كل فرق كل فرق يعني كلهم مع أجانب ما فيك تعرف كل فريق سنت الماضي شفت فيه كم جيمات بالآخر يعني معيوبة كانوا ربحوا يمكن حكم سنت الماضي لو ما بوبوا صح فما بتعرف يعني بدك كل جيم تفوت ما فيك تمزح يعني نربح كل جيم السنة لنظامك حتى أبغيرت أكثر يعني ثلاث أجانب مع اثنين اللي يستعيع الملعب صحيح مش واحد اللي يستعيع هذا شي بيطور البطولة أكثر أنت على صعيد شخصي شو هيك شو بتطمح السنة تعمل شو عرقام زيادة بتطمح تأهل فور شو هي هدف رائعة رئيسي إليك هدف فارج صورة حلوة عن لعبة صورة حلوة للفريق تكون خد الفريق كله أكيد ساعدهم بأدمه في أمول الرول طبعا كوتش رالف وأكيد خدنا كل الوقت وهيك فما عندي أنا مهم إرباح نربح في أربح كل الجيمات كمان ما بس أهم شي هو أن ترجع صورة حلوة عن لعبة وهيك أجانب كيرو مروح ما نعرفون إحنا تقريباً 2 بعدكن أجنب 5 واصل والأجنب الثالث لمضي 2 هو بديل جوردين ديفيس مبدعياً وعندكن كيرو مروح مصورة حيفرق معاكن إن شاء الله قدي صعب عليك بهالتركيبة تلاقي ما بدقول دور إلك بدك تلاقي وقتك تلاقي أو طلعت بالمكان اللي أنت عم تكون عم تلعب فيه الوقت يعني الوقت اللي أنت بالملعب قدي صعبة تقدم المستوى المفهولة تقدمه بذل منافسة بذل تعودات الجديدة اللي طرقت على فريق الأنتونية صار عندك على مركزك عدة لعبين شو الطرقة طبعك شو الهدف أو كيف رح تنفس هذا المركز كيف رح تحجزه إلك أنا أعلم كوتش رالف أصلا هو ما بياخد حق للععيب يعني اللعيب اللي عم يلعب منيح أكيد حيلعب فلازم نحنا كلنا ما نفكر بقدي لازم إلعب قدي لازم قاطع بالمالعب وهيك فأنا بتصور أنه فيه التقامة الادابتاشن ما عندي مشكلة يعني إن شاء الله ما ألعب ولا ديئة ألعب 30 ديئة مهم بالنهي أن فريقنا يربح وشو الكوتش هو بيشوف يعمل نحن نكون معها ما عندك تصور مسبق أنه أنا بدي لعب هالأد لا أكيد لا لا أكيد لا سن عندكم بطولة العرب تم تسميتكم إلى جانب نادي بيروت بطولة العرب اللي حتصير بالإسكندرية بمصر بطولة آسيا بدنيا معروفة بطولة العرب دائما بتكون آسيا بيروت هو حامل لعب قدين تعملوا مفاجأة هناك مع عنصر الأجانب مع اللاعبين يعني أنت وإبراهيم حدد باطريك بوعبود جون لوك أسامي حلوة بدأت تعمل نتيجة لك أول شي رح تكون بطولة لقلنا هي تحضيرية كمان للبنان يعني بطولة لبنان حنستفيد كثير منا نتعلم من الفرق اللي بره عنه الفيزيكاليتي وهيك أساس هلأ نحن نملش بتصور بأول أيلول تمرين هنتحضر أكيد عشان بأي متى واصلين ليك ما كثير عرفت بس بتصور كمان يعني مش بأول شهر بعد خمسة أيام ما بعرف بس حيكونوا معنا أكيد قبل ما نروح على البطولة أوكي عدكم شهر تحضير أبو طعام شهر تحضير ونرجع نجي لهم تكون متصور بالشية البطولة على الرد أوكي اخديناك كتحضير مش اخديناك نروح النافس مبدأيا على لا أكيد إذا فينا النافس أكيد بس أنه يعني بتعرف أنت أنه صعبة هي بطولة العرب بس نحنا حنات المية بالمية طبعنا ونتحضر منيح نكون جينا على لبنان اللبانين جيمات محضرين سلنا منعرف بعض نحتكين حافظين الستات صح إن شاء الله تجي إن شاء الله نجي لهون ونعمل نتائج منيحه طيب رح روح انتقل هيك شوية على ملف عبل ما أرجع على منتخب لبنان رح انتقل أما أرجع على الدورة المانئسة على الفرع الجدي برأيك رح تربح بطولة بدأ انتقل على ملف منتخب لبنان وخاصة معك لأن انت لاعب لعب تقريبا كل فئة العمرية طبع منتخب لبنان مؤخر عام ١٢١ ٢٠٢ ٢٠٢٢ وعبت بطولة آسيا ٢٢٢٢ ورجعت لعبة كأس العالم ٢٢٣٣ اللي صار بهانغاريا والسنة لأول مرة تم استدعاك للمنتخب من قبل مدرب جارد الحج كمان بس فل جارد الحج كمان تم استدعاك من المدرب ميدراك أنا اللي بدي أعرف منك أول شي شغلتان أول بدي بطولة بطولة العالم ٢٠٢٣ اللي صار فيها هيك مثل ما قول فضيحة كبيرة البعض سميها فضيحة بعض قال لأ هيدا حاجنا أنت لعب كنت هناك حتى تم تغيير المدرب شرب الباش وهديك الوقت خبرنا أكثر هل هو هذا مستوينا نحن المضبوط ولا لأ محالته ما كيفية نعطي أكثر لك ما حقلك هيدا مستوانة بس كمان ما فيك تقول أنه بره مش غير لفل يعني هناك مثلا بيقولون وقتها أنا تعرفت على عيب اسباني إجا قل لي أنه هن مبلشين يعني من هن عمرهم ٥٦ سنين بحطوهم بقلب متل مدرسة خاصة بيتعلموا كل يوم جيم يعني جيم الصبح باسكت برجاء بروحوا المدرسة بيعملوا دروسه وهيك برجاء بروحوا بيتمرنوا وهيك يعني هي مبلشة من هن وصغار نحن مش معناها بلبنان بس هو منه بروجات هاي نتعملوا بلبنان خصوصا بالوضع بالوضع الاقتصادي وكل هوري فمانه مش أنه بعاد بس أكيد بدنا نخط ألف بالمئة كرملتا نكون كلنا صوى وهيك هونيك أكيد تعرضنا لأخسارات كبيرة اسبانيا هي كانت أكيد بس يعني الاسبان هم نربحوها بالآخر كمان ما فينا بس أكيد كان فينا نعطة نحن نحن كلاعيبة كان فينا نعطة performance أكتر نكون أحسن بمئة مرة بس صارت بالنهاية يعني ما منحط رأسنا بالأرض لأنه بالآخر بدك ضلعك عم تلعب يعني مش هتأثر على حياتك فبعيدة شوية هلأ بس إن شاء الله يعني هلأ المنتخب الـ Under 18 عنده كمان بطولة آسيا ورايح هلأ يلعب يتحضر بطولة العرب فهلأ مع كوتش ماركو كمان ضم لقلون إن شاء الله يكونوا بأحسن حالاتهم ويعملوا نتائج يعني صعب يعملوا الإنجاز يعني حسنة 2022 كان إنجاز على كل الصعود خاصة أربع منتخبات أهلوا عكاس العالم الأول وأنتو وUnder 16 صعب يتكرر الإنجاز؟ ليك أكيد منه صعب هي بالنهاية عم طلب كريمان بلدة كريمان الجرزي عم تلبسها يعني لازم كل واحد يكون فوكس يعملوا الرول طبعه الكوتش وأيله التيم سبيرتو تكون كتير عالية ديسبلين هي أهم شيء وكل شي بيجي أول منه لوحده يعني أنا بعرفهم كنت بارك لعن دجيم ضدون أحضرتون هيك جاي ملعبين من بره كتير منيه مايك بلوت ومارك شيرفان مارك شيرفان كتير من يحضرتون مبارح لعب دودة وهيكي يعني شايف البوتانش اللي عندهم هي لأنه منتخب كمير ما تنسى منتخب طويل نحن منتخب تبعنا كان أقصر يعني وسط بس هني يمكن الأقصر واحد متر وتسعين متر واحد وتسعين عدل طول متر وتسعين أو متر وتسعين بتصور فإن شاء الله يعني يعملوا نتايج نحن أكيد نكون دامين ونحن وراهن عطول شو ما عندهم فينا نساعدون وإن شاء الله يعملوا نتايج حلوة مارك شيرفان ومايكي بلود زمان غلطان هل يعطوا الإضافة المفروض يعني؟ لك أكيد برح مايكي ما كتير لعب ما كتير أنا ما عرفت مين إنه يعني ما عرفت مين إنه بس أنه في واحد هو بتصور ها هو اللي كان عم يشوت مبارا حدشي ستة ثري بوينتس مبارا مارك شيرفان الأكتر واحد من فتل نظري لأنه أتلاتيك مترين واحد قارد فيو يلعب فيو يلعب فور بيتير يعني سكورر نهاي لفل يعني فبتصور أكيد حيكونوا إضافة حتى السنترية جايسون داكس إجا من بره في كارل يونس ما بد أن انسى حدي نيكولاي شويري بكلهم مناح يعني مع أنتوني نابا وريبو سليمان كله هلتحق معهم كمان كارل زماطع زماني غلطان؟ ما عرفت صراحة وأنا بعرف أنه كان عنده إنجري ما عرفت إذا صاح مية بالمية في يلعب معهم أحب لبنان كارل أصلا هلأ مسوارس يتمرن أو بين جيلكم والجيل الحالي ما بدنا نعمل مؤرن لأن حتى البطولة آسيا الحالية كثير صعبة فيها كل المتنخبات صاح أستراليا أو نيو زيلاند فيها رجوع مشان هيك وبدنا أربع مقاعد هل تقول هذا الجيل الحالي عم بيكون أكتر عنده بوذاتشين أكتر في لعبة أكتر من اللي كانت من سنتين لعبتو لك هلأ ما تنسى كل سنة مرة سنة بتحس بلبنان في قصص كثيرة عم يتطوروا يعني الجيم صاروا كثير صاروا كثير صاروا كثير صاروا كثير عرفت فهن الأدفانش كان عندهم علينا يمكن أنه كانوا كثير فيزيكل يعني بتلاقي واحد متر و 97 جسمه بعقد بنط أثلاتيك نحنا ما كنا عندنا هيك بس يمكن نحنا كنا عندنا مش هقول عالي بس كنا يمكن قاطعين على كثير أمدر 14، أمدر 12، أمدر 16 فصر عندنا هيك شوية إكسبرينس بس أنه إيه يعني إن شاء الله يعني نحنا كلنا مثل بعض مهم آخر شي نربح نلعب للجيزي اللي بسينا منتخب الأول ومنتخب الأول أول شي شو كان شعورك بس تمس داعك على منتخب الأول أنا كنت بالتمرين خلص التمرين مدير إيدي بوزخم ده قال لي قال لي أنه كود جاد بده إياك تكون معه بالمنتخب وهذا الحمد لله يعني الاتحاد بلزيدان إكرام حلبي مات الشرب الرزق كلهم عم بيكونوا طب مع الصغار عم بيتعبوا كتير صغار استدلوا أربع صغار أنا وجوان ليكم الخلوف وستيف ع السيف وكريم رتيل فكانت إكسبرينس كلنا كثير منيحة كثير استفدنا ويعني عن جد ما ما كان في شي قوله يعني غير أنه حيلعب من قلبي وقاتل ماكسيوم طبعا شو أكتر شي هيك لفتك لمتخب الأول؟ ليك أنا ما كنت كتير قريب على اللعب اللي كانوا كان وقتا أنا كابتن أمير سعود أول مرة كان هو معنا صراحة كان طب يعني كابتن بكل معنى الكلمة كان كثير منيحة معنا لصغار كثير استفدنا منهم كلهم ما بده انسى حدا يعني من كل اللعب على مزهر على منصور كله كانوا كثير منيحة معنا حتى الأجانب فكانت إكسبرينس كثير حلوة وكثير كثير تعلمت منهم ربحتوا الدورة كانت البدوية كانت صارت بغزير صح ربحتوا وهي اللفت لأنه تم سياعك مرة ثانية مع كوتش ميدرق مع كوتش ميدرق على تقريبا من شهر ونص زمن ايه بتصور شهر ونص شهرين عبر الأوليبيك جيمز عبر الأوليبيك جيمز ثلاث مباراة أمام ليتوانيا كمان صحيح هونيك كمان بيفرق من عندر 18 للرجال تمارين شاك نحن لابنا دوية ممكن ما بعرف إذا كانوا او تيم سي وهكا يعني هل نحن كمان أكيد ما كنا كاملين يعني لكن اللعبة الرياضة ما كانوا معنا صح بس لا كتير استفدنا لأنه شفنا بره كيف يعني بره غير ونظام غير كل شيء غير صح صح شفنا بالبريو أوليمبيكس وقت لعب ومنتخب لبنان الفيزيكاليتي يعني لابدو اسبانيا أول ماتش بس كانوا كتير مناحة أول هاف ثاني هاف أكيد جوا فرق اسبان بس ثاني جامل ربحنا انجولا صح وحتى لعبنا ضد بهاماس كان أداء جيد صح بس لا يعني أحلى شي تكون بالمنتخب عن جد ما في وضع لك خليني أول شي أذكر بأنه خليني أقول سؤال المسابعة سؤال المسابعة هو أول نادي لعب له برايم منصور شو هو هو لعب مع نادي عبد الفريق أو ناديان عبد العنطونية بدي أول نادي لعب معه برايم منصور اللي بدي يجاوب صاح بيربح نادي جورجي طبع منتخب لبنان طبع برايم منصور بيعمل بحط الجواب طبعا لايك وسبسكرايب لشانل انت حكم على يوتيوب لا يربح معنا هات جورجي تعني لك هايدي طبع المنتخب الأول خاصة هايدي طبع أمدر 18 بس هكذا كل الجورجيات ها ها مهم اللاعب يمسر بلده عن جد يعني احنا وقتا كنا صغار كنا نحضر باسكت نقول اف عن جد يعني بدنا نروح نتصور معهم بدنا بدنا نحس الشعور فكل حدا رح يجي لها الأمورتونية عن جد هو منه اللي واحده عيشوف قدي بتحس حالك هيك فخور انك بالمنتخب و بتلعب على بلدك يعني تطمح أكيد تطمح ضل حجز مكان إلك بالمنتخب أو ترجع تحجز مكان إلك بالمنتخب هذا حلم كمان بلا لكن انا اكيد ان شاء الله ضل مع المنتخب يعني بس اهم شي ضل انا عم بعت الـ تابعة تكون منيحة لأنه بالنهاية اذا من منيح بالسيزن محا مع تم استدعائك أكيد فأنا بعت المكسيوم طبعا كان من تفرج صورة حلوة عن حالي وأقدر كون بالمنتخب مراين بديروح شواء بديرجع شواء على الدولة اللبنانية سنة الماضي شفنا بطولة حلوة شفنا فنال حلو بين حكمة ورياضة ورياضة حتى شفناهم بوصل كمان كان عشوائح فالحكمة خطف بطاقة تقهل على بطولة آسيا السنة بعدها من نسبة لك الرياضة هو الأقرب للفوز بالبطولة ولا الحكمة حسن ولا بيروت ممكن يعمل لك ما فيك تعرف مثل ما كنت عم قلتك يعني بس أكيد بالنهاية في الرياضة العبانين سوا بيعرفوا الضغط بالآخر كيف يخطفوا المات شويك ما فيك تمزم عن الرياضة بيضاك تكون عربين ديام عربين ديام فوكس حكمة أكيد شاب وباع اللي عملوه بالوف سيزن طبعهم جيبوا جرار وجاد خليل رجو جددوا العزيز بوبو حتى جيبوا الجانب كليند شابن بتصور اسمه هاي بروفيل يعني حتى بيروت نورفال بيل ودوين جاكسون وتصور كيفين ميرفي ومبارح هزيك اسمه فأكيد كل فرق يعني عم تشوف كل سنة ورا سنة حتى البطولة اللبنينية هي هم تكون عم يحكم فيها كل العالم يعني يعني معتل معرفت بأنس بوسك يعني على اساس يخدوها يمكن بس أكيد كل لبنان صر عم يحضر باسكت العرب الرياضي بيضلك مرعيك إيه؟ هلا لك خلونا الحكمة يزعل مني حلق بس أنه ايه أنا بحب الرياضي أنا أصلا يعني وقل عراج أنا كثير بحبه هو الادول طبعي هلق بلبنان فهيك كنت احضرهم وكمان باي انا لعب مع الفريقان. ايه لعب حكمة عرب رياضة. ايه صح. فهيك يعني انه ان شاء الله احسن فريق يربح ايه هماشي. لا انا عم بدي ما بدي عواطفك بدي لعيك الفنة. لا اكيد اكيد. لعيك فنة رياضة برعيك كل ازبط. ايه بس الحكمة هالسنة اكيد هيكون احسن من سنة الماضي بمئة مرة يعني. متل بالقسيمة بتصور اكيد حكمة رياضة. كمان. كورت شورو كان عادة الاسبوع الماضي هون. قال لي بشوف فينال بطولة لبنان من حكمة ورياضة. الكل عم يستبعد بيروت لان? مش عم يستبعد بس اه اسامة يعني اسامة وكمان هي بالنهاية بدك تشوف تحت كيف تكون. فحكمة ورياضة تعودوا يعني. بس بيروت كمان مش عمل لك ولا مين ما كان معقول يعمل مفاجئة. على مزل وسرجو وحيدر. اكيد. وكريستوف جدد وقابريال صليبي بتصور. صح. وثلاثة اجانب لا مناع مش عم بقول بعيدة بس. متل ما انا بشوفها يعني من الانه انو منها هي حكمة رياضة. فينال. بحكيك شوعة شوانفيل. شوانفيل كمان. شوانفيل اجانب طبعهم كنت عم بحضرون. هاي بروفيل. كثير مناحي يعني. عم بيتوفعوا بالاجانب بسنط الماضي والسنة. مبارزة رح يجاي مدوا لتجايفين بلايب وزازة مدوا فريقهم كمان بخوف مع كريم عز الدين. ومدوا راين زنبقى. زنبقى صحيح. إدين نقي inglis. رحاته حويت الخوف على المركز الرابع فوتوا محلان. ل Pokeese. لها أتصور هنا نربح مين مكان يعني. فريقنا أكيد عد�� مهني 민ساء الماضي. سنت الماضي كنا في كام فرقة من عتظتم كمان. وفي فريق صغار. هلا ستطلب أكمله على مشتاوه من بطريك وميغيل. سح. بطريك إضافة يكون لكم برأية. ليق بطريك كتير معهم تم تعرفت عليه مش من زمان. hunter Customer was with me. ميغو كان معي بالمسكرة التي تعرفت عليه كثير مهدوم كمان اكيد سيجيبه خرافية مع ماركة بخيرس والاجانب طبعنا وكوتش رالف كمان يعني سنة ورا سنة صح انت جددت سنة صح سنة كوتش رالف كمان باقي مدرب مع غادي عبو جاودي ومع كريم ياموت كريم ياموت اللي كان مع فريقه في السن الماضي صح جاهزين لك اكيد يعني رالف سنة ورا سنة عم بيخد اكتر وهلأ كان بالمنتخب كمان كثير منيحة وكوتش غادي شابوبا يعني ما في كوتشين كلينيك بيقفية بيسافر عليها وهيك يعني كوتش كريم ما كثير بارف وانو ككوتشين بس كمان بيقولول كثير منيح وان شاء الله يعني ان شاء الله تكون سنة حلوة طيب حسرك هيك كم سؤال على السرية كم سؤال هيك جيوبني على السرية برايك افضل لاعب ناشئ السنة اذا شنا براين منصور افضل لاعب ناشئ لفتك انتوني عاصي ما بقي تزعل معك بالفريق لا لا بس انا انو قدم السنة ما حدا كان منتوقع يمكن يعمله قدم في كم جيمات كان كثير منيح فيه وانا بتصور انتوني عاصي افضل مدرب سنة بتوت لبنان كوتش رالف غير كوتش رالف غير كوتش رالف جاد الحج افضل اجنبي غير جوردن ديفيس بين جاي فيون بلايك وزاك لوفتن زاك لوفتن شو عمل مع الرياضة افضل لاعب محلي التلة واقل بالنسبة لك بعض غير واقل سرجو برويش اوكي انا ما حطول كتير عليك اول شي بتناك توفيق شكرا روي شكرا لأسضافتك اليوم وان شاء الله هكذا كانت سريعة بس كانت ضرورة استضيفك ضرورة لاعب مثلك عندما بدأ مستوات مميزة مزدق على مدخب لبنان نكون حده شو بك تقول كلمة ل مدلس الأنطونية اللي بيطلعوا بيحضروكن ملعب الأنطونية شو بك تقول كلمة لهك لكل جمهور اللي يلعب لك شكرا لك بدأ يقولون اول شي سنت الجاي حتكون اكيد احلى من سنت الماضي بدنا كل جيم يكون الملعب مفوّل ولاد الصغار عم يتابعونا كلهم حتى الكبار ويلا ان شاء الله سنت الجاي نكون كلنا سوا نقدر نحتفل بقصص اكيد اكتر من سنت الماضي ويلا نطرينكم سنت الجاي نحنا تمرين عم تتمرد اللي موقفت بالصيف ايه موقفت ابدا كل يوم بدأ شكرك براين بدأ شكر حضورك مرة جديدة تحياتنا كمان تسلم على الوالد نحنا ملتقنا معكم اول شي ما تنسوا السؤال الحلقة والمسابقة اول نادي لعب معه براين منصور الفائز بربح هيدا جورجي طبع منتخب لبنان كومنت وسبسكرايب بالشانل انت الحكم على يوتيوب ملتنا معك الاسبوع المقبل مع ضيف مميز شكرا وعلى اللقاء